السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الماديسكية هذه هي القارة الثانية لكورة فيلان سوف نبدأ نرى كيف سوف نقرأ فيلان كيف سوف نقرأ فيلان تدخل الوضع في الموضع الوضع تدخل الوضع و تعطيه الوضع مثلا 1 نرى الوضع و تعطيه الوضع للوضع ثم تدخل الوضع و تنقرأ الوضع نرى هذا الموضع نرى هذا الأمر هنا ندخل الوضع نقرأ فيلان 20 و ندخل الاسم ندخل الوضع اس باس عشرين اس باس اس باس اس باس و نضع انت باش نخرج منساش لاس باس اما لابدت افكتي دابا شي بور الشي فيلان حل دابا مثلا هنا مني كرينا فيلان هنا في الاسته بغيت انا هاد الفاس 0.18 بغيت افكتي مثلا الفيلان عشرين اللي انا كرييت في هاد سويتش هاد نشوفو كيف هاد يعني كنتدخل الانترفاس و تدخل انترفاس ايدي مثل انترفاس اترنت 0.18 تدخل موض اكسس باش تدخل موض موض تدخل موض و تدخل الانترفاس و تدخل و تدخل انترفاس و تدخل و لا اكزيت ها يو حد لإجزم لديل الفيلان و تدخل الموض 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 انترفاس فاس اترنت 0.18 و تدخل اترنت اترنت و تدخل موض اترنت فاس 0.18 و تدخل ال موض 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 لديل موض موض و تدخل يسور الانترفاس و تدخل اترنت فاس 0.18 و تدخل ما يهلا top ندخل y الموض نظيف وعندنا نقوم بـ No Switch Pour Access VLAN ولكن قبل منها ضروري نرى هنا لداخل TREF يعني داخل مدى Configuration وهذا الذي يزال الانترفاس يعني ضروري ندخل الانترفاس الذي تريد أن تحييضه من هذا الانترفاس تقوم بـ No Switch Pour Access VLAN وتخرج هنا نرى واحد الأمام يعني تدخل الانترفاس فاس 0-18 تقوم بـ No Switch Pour Access VLAN وتخرج بحالة عندما نرى VLAN Brief لكي نرى الانترفاس لاحظوا معي هنا أنه الـ VLAN 20 الذي يسمى Student أنه سيكون Active ولكن تشفر لا تفكي فاس 0-18 الذي كان أفكي لها هو الـ VLAN Part Default هو الـ VLAN A عندما نرى Show Interfaces F0-18 الـ VLAN 20 ويضع الانترفاس وعندما نرى الانترفاس هو FAS ETHN 0-18 أنه موجود 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 وموجود موجود أين نرى الانترفاس الانترفاس 0-11 مثلا ودرنا الانترفاس موجود موجود ودخلنا الانترفاس فيلان عشرين ومشي ندر نشاو فيلان بريف ماذا نغلقه نغلقه بلان هذا فيلان عشرين الذي يسميه student اكتيف وانا فاست 0.11 وانا ينتمي له وما يبقى هنا فيلان هذا سيبريسيون فيلان مثلا كريتي فيلان عشرين بغيت تحيد فيلان نهائيا كيف تدر؟ تدخل الانتخنج الامل فيلان وعند الانتخنج اتقوم باللغة فيلان تريد على أساس إذا أعطي بلان فيلان بريف هذا فيلان لا يوجد ولكن لا تريد التمسييات والملاحبة الذي يريده مهمة بريف تحديث فيلان الآن هذا مريض وان اخر فلا والابعادات聊 рассد sherb种 لا تتمكن المفترض من الأخرى نحن التقليل لأنهم لا تتمكنos على فلا وما قال في هذا الفلاة العشرين لدينا يناول في يصبح 0-15 مشكلة إذا كانت تريد بحيث ضروري هذا الفاست الذي مختلف لهذا الفاست هذا الفاست ان ندخل له ونحول لفاست آخر ضروري اما اذا اتخذته فيه و استمره الى الفيلان و لا يصبح منجله هذا الفاست لا يصبح لي لاحظوا معي هنا فاستخدم الفاستخدرك وهو البرد فوق هنا فاس 0.9 فاس 0.10 فاس 0.12 يعني فاس 0.11 لا يوجد في الفيلان و لا يوجد في الفيلان و لا يمكنه أن هذا الفاسد لا يمكنه أن يتحدث معه و لا يمكنه يتحدث لا يمكنك التجربة لا يمكنه فاس 1.4 فاس 1.4 اذا لدينا 1.5 فاس 1.5 فاس 1.5 فاس 1.5 فاس 2.5 و اتردتك في التجربة فاس 1.5 فاس 1.5 فاس 1.5 كيف لا تريده ولكن كيف تريده لا يوجد الفيلان يعني غير الكون في الفيلان كيف تريده؟ عندما تدخل الموضة للبريفيلجي تريد delete flash .vlan .dat و ترجع يجب أن تضيف الموضة Erase Startup Conf يجب أن تضيف إذن عندما تقوم بعمل يجب أن تضيف الموضة و تقوم بعمل يجب أن تضيف الموضة يجب أن تضيف الموضة يعني لا يوجد الفيلان سنرى الـ Verification Design Formation على الفيلان هنا Show VLAN Brief لكي لا تضيف الموضة هنا هنا Brief إما Show VLAN Brief إما Show VLAN ID و تضيف الموضة إما Show VLAN Name و تضيف الموضة اسمية و تضيف الموضة و تضيف الموضة سامار يعني مفهم إذا أردت Show VLAN Brief نرى الـ Verification لكي تضيف الموضة لكي تضيف الموضة 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 سأتضيف يعني إذا أردت أن تضيف الموضة سأعطني معلومات لا أي موضة سأعطيك أي موضة الموضة متلمة و الموضة التي تضيف الموضة و الليبور اللي هم افكتنهم ليه اتساترا إذا قمت شو فيلان ID و قمت شو فيلان يعني مثلا شو فيلان ID 20 سأعطيك ديزان فوغمسيو على هذا الفيلان إذا قمت شو فيلان النام و قمت اسمية مثلا student يعني النفس الشكل سأعطيك ديزان فوغمسيو على هذا الفيلان ولكن يجب أن نعرف بله هذا النوم مني كنجون كريو مثلا فيلان قمت شو فيلان 10 و قمت شو فيلان النام و قمت بتعطيه واحد اسمية خاصة المكسيمون لكاركتر في هذه اسمية يكونوا 32 يعني من واحد حتى ال32 لا تفوتها لا تكون اسمية طويلة بكثير لو قمت شو فيلان ساماري سأقفشي لك واحد ريزيمي على ليف فيلان نحن نرى هذا الكمود من هنا كل قمت شو انترفيس و قمت شو انترفيس و قمت شو انترفيس مثلا فاس 0.1 و قمت شو انترفيس و تعطيه الفيلان مثلا 10 و قمت شو انترفيس يعني هذو هما كله من هنا كل واحدة بل خبط得 و شو انترفيس اجحة انترفيس واو he couple اجحة انترفيس ويقوم بـ Interfaces SwitchPort سوف نقوم بـ Desinformation ويقوم بـ Troubleshote نرى منهم هنا نقوم بـ VLAN Name Student نقوم بـ VLAN 20 وأنه هو Active Statute Active ويقوم بـ Affecting هم هؤلاء 0.0.11 و 0.0.18 لا ترى الـ VLAN Summary ويقوم بـ VLAN كام نقول لك أنه Number of Existing VLANs 7 ويقوم بـ 7 للـ VLANs ويقوم بـ Number of Existing VTP VLANs نرى من بعد في الإيقون المجين يعني يقوم بـ VLANs ويقوم بـ VLANs ويقوم بـ VLANs ويقوم بـ Cmd ويقوم بـ Show Interface VLAN 20 اعطيته مثلا ID 20 10 30 لحسب يعني يعني كما تريده فى VLANs مثلا سيقوم بـ VLAN 20 ويقوم بـ Line Protocol سيقوم بـ Line Protocol سيقوم بـ Up سيقوم بـ سيقوم بـ سيقوم بـ أولا افتحق ترقيد فيلان كالترقيد فيلان يتوازي فيه 202.1 كيلو إذن ترقيد فيلان يعتدي فيلان افتحق نزيدوكوش 2 بين الكوميطاتيين يتحلل الوصف على إفتحق الترقيد فيلان إذن عندما يكون لدينا وَإِلَيْطًا هذا هو السفر الذي يكون هناك يجب أن نضع هذا الإنتراث هنا ويجب أن يكون يكونوا مود ترانك ضروري يكونوا مود ترانك سنرى كيف سنقوم بإمكانه الـ Configuration يعني كنت تدخل مثلا هذا الـ Interface وتعطيه مثلا هذا يكون أنه فاس 0.11 كنت تدخل له مثلا وكنت تدخل مود ترانك يعني أنه ما يريدون هذه أنها تقوم بإمكانه أنها تقوم بإمكانه ترجع تدخل مود ترانك native VLAN وتعطيه VLAN ID يعني هنا يمكن أن تدخل على الـ Native يعني الـ Native يمكنك أن يكون في الـ VLAN VLAN الـ ID هو 1 وكما نحن نقوم بإمكانه يعني السيارة يعني ضروري نبدل الـ ID مثلا إذا كنت تدخل الـ VLAN 99 هو الـ VLAN native هنا يمكنك تدخل الـ Switch Port Rank native VLAN 99 كنت تدخل الـ Switch Port Rank الـ VLAN وتعطيه VLAN بمعنى مثلا هنا 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 VLAN 10 20 30 و هنا VLAN 20 30 يعني لأنه VLAN 10 20 20 30 30 ضروري أنني نجل هذا Trank هنا ونزيد لي هذا VLAN الذي ستدخل إلى 10 20 30 ونزيد حتى 99 التي هي الـ native سنرى كيف ندخلهم هنا لذلك لأنه يدوز من هذه العليزة هذه تدخل الآن تخرج هذه مثلا تدخل الـ Interface Ethernet 0.1 Switch Port Mode Trank تدخل native VLAN 90 وتعطيه الـ VLAN الذي تريد الذي تريد العليزة 10 20 30 90 ونزيد ونزيد الـ Native هنا هنا الـ Re-Initialization de Valor Configurator sur Deli Trank إذا 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 لدي تدخل نفس نفس إذا نحن تدخل لـ نعطيه لا نعطيه عن نطيه أن تخرج تنظر لا مثلا هنا هذه نعطيه 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 النعطيه و إتقام نتأكد من الزلان أو خرجنا فإستحقنا عليك إتقام للموضي للشو ادفاع و نتعام من أدفاع و نقوم بإمكانك Axis Mode VLAN بمعنى أن هذا المستخدم الحديث ـ 0.0.0.0.0 و لا تبقى ترك !موضي Process Access Mode VLAN و أن نعطى أن ترك بما أن ترك ترجمة إعلان الوحد في العالويد في الصحرور جميعنا عشر، عشر، و بلان لكن حياتنا و بلان نسبة إلى ُلق ما سيعيبسي إلى الان قلت لك أن ترجمة إعلان الوحد او لأن هذا ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٢٠٠ بلات تتعاود تدخل الوحد الانترفاس اللي هو فاس 0.1 وتعود تديره انه مود اكسي تدليه سويتش بور مود اكسيس مثلا انت هنا هدا مشي تكون فيجريتي مثلا مع واحد البيتسي تسرده مود اكسي تدليه سويتش بور مود اكسيس تخرج ومشي تدير لكم مودل فاس 0.1 سويتش بور ستعطيك بان ممتازها كي من المودل هنا هدا ستاتيك است BAR ومواتي اكسي ماشي مود تران هنا نرى الفيريكاسي تدرجى الوحدة الانترفاس تدخل الوحدة تقوم بمود سويتش بور مود ترانك ومود ترانك ومود ترانك او ترانك وبانترانك الاواته تقوم بمدر الفيريكاس تقوم بمودل سويتش بور سويتش بوضع هذه المشكلة هنا يضعك Administrative Mode Trunk هذا هو Trunk كيف نستطيع الإدابة يضعك الكثير من الانفرمات هنا يضعك مثلا Trunk Native Mode VLAN هو 990 وهو 990 أنه هو ناتف يضعك الكثير من الانفرمات أن Trunk VLANs Enabled All كل شيء يضع يجب أن نستطيع الإدابة أحد البروتوكول وهو DTP Dynamic Trunkine Protocol بكل عجلة أن هذا البروتوكول DTP من أن يكون لدينا سويتش مع سويتش هذا الانترفاس يضع فيه Trunk وهذا الانترفاس يضع فيه كذلك Trunk لماذا؟ كيف يمكن أن الانفرمات هنا يمكن أن يتحدث مع الانفرمات إذا عندما نستطيع الى Trunk وهو Trunk إذا كان هذا الواجه الذي يرغب تشارج البروتوكول DTP يعني DTP تدير النيوشيات هنا هنا DTP هنا DTP هذا هو Protokoll في الانفرمات الموت قريبا التجريح للعرض經يميات الأهمية حماكنها على التجريح del 2001 و frادل المناطقุpe دüzتك نقل ال from adhesively لا يمكن أن يعمل بإمكان المنتجات المدخل عن الوضع من الوضع أو جينيبر أو شيئا أخرى e' تشكو يجرى نغوث عادة والحقان في تركة أن يكون يعملنا في التركة المدخل كان يكون على الماعدة في تركة تشكو التركة إذن فإذا كان يعملنا في تركة إذا كان هذا التركة بالتركة الفيقى سيكون هناك مثل الوطنطط ويستمع بإطلاق الملال لتالية في السبب الأحيان الأخيرة الإنتاج ويمكن المدارسات الصراعية مواجه بطاقين التالية بطاقين التالية بطاقين التالية يعملين من أعظين حتى العلالين التالية لتنموذي أعلى الانتالية كذلك على الخصوص الغارات التي ترمات التالية في سابقين التالية التالية إذا انا هنا هذا الفيديو و هذا الفيديو و بالنسبة للمعارضة طرائق هناك هذه الانترفاس توجد فيه طرائق و هذا الانترفاس طرائق ولكن هذا الفيديو هو الذي يوجده البروتوكول DTP يعني هل ما يتم بحضر البروتوكول DTP؟ هذا لا لا يوجد البروتوكول ما نقوم بمضاع الكمنتاتي ؟ نقوم بشكل طريقي ونقوم بشكل طريقي ثم نقوم بشكل طريقي ثم نقوم بشكل طريقي لماذا ؟ لأن هذه الموضوع يقول اطلب النامج سيقول تطلب طريقي لا نسأل هاتف من فعله الواقف ولكن لا نقوم بجرhabitude نكمل الكمنتاتي نكمل الناس ونطلقوا في الفيديو الماضيين ان شاء الله لا تنسوا التشعر مع أصدقائكم لكي يستفيدوا ونتمنوا النجاح الجميل